مشاهدين مستمرين معاكم وتغطية لفعاليات المؤتمر العام لعرض إنجازات مجلس إدارة النادي الأهلي وزي ما شفنا وسمعنا كابتن محمود الخطيب كمان معانا الجنود المجهولة ومش مجهولة لأنه كابتن محمود الخطيب يمكن يتكلم عن ناس كتير قوي النهاردة كانت نواة لإنجازات كتيرة حققها وقدر أنه طبعا يحققها في رئاسته لمجلس إدارة النادي الأهلي ويمكن معانا رئيس اللي جان وليد مبروك واحد من الناس اللي تم ذكر أساميهم النهاردة في المؤتمر من كابتن محمود الخطيب بنرحب بيك معانا يا وليد عشان شكرة النادي الأهلي أهلا بيك أنا روان ربنا خليكي وحمد الله كان يوم جميل وبيبرز أربع سنين جمال من تاريخ النادي الأهلي وليد شفنا صورتك النهاردة كابتن محمود الخطيب حاطت يعني عقد عليك أمال كبيرة أو عقد عليك أمال كبيرة ووثق فيك عارفين كابتن محمود الخطيب يعني ما بيمنحش ثقةه بسهولة لأي حد أنت طبعاً لما شفت بقى المشهد العام هل كنت يعني على علم أنه كابتن محمود الخطيب هيكرمك بالشكل ده؟ لا طبعاً ورلاي أنا مش عارف أتكلم في الموضوع ده أصلاً لأن أنا من ساعة ما حصل الموقف أنا تقريباً ما سمعتش كابتن محمود قال إيه؟ أنا كل تفكيري كان إنه هو يبص نحيتي عشان أشاور له على عضاء اللجان ورؤساء اللجان اللي قاعدين كانوا ناحية تانية مني بس هو الحقيقة ما بصليش فمعرفتش أخد الفرصة دي لكن طبعاً أنا بشكره واللي هو قاله ده كتير علي أصلاً ويعني أنا ما سمعتش تريباً أغلب الكلام بس يكونوا حطوا صورتي ويتكلم علي في بداية المؤتمر كده أنا بالنسبة لي دي تكريم ما بعده تكريم ودي حاجة النادي الأهلي ده بدمنا وعندي النادي الأهلي مهما كان بدمنا فعلاً وهو كده إداني أقصى حاجة أنا ممكن أكون أعيزها أنا بشتغل الحمد لله متطوع وكل اللي معايا بشتغلوا متطوعين أهلي إزاي وبنشتغل فعلاً وبنحب النادي ومش مستنيه حاجة ولا حتى دي فهو كونه يدي نادية فهي كانت بالنسبة لي وبنسبة كل الناس اللي معايا في اللي جان أكبر تكريم لنا الحمد لله لو هنتكلم عن كابتل محمود الخطيب أنا وإنت أعتقد هنقعد لحد بكرة نقعد نتكلم بس من خلال يعني قربك لكابتل محمود الخطيب في طبعاً العمل داخل إدارة النادي الأهلي يعني شايف رؤية كابتل محمود الخطيب كانت إزاي في السنوات الماضية وإزاي في اللي جاي إن شاء الله يقدر يحقق أكتر هو الأول أنا عايز أقول لك أنه حتة القرب من الكابتل محمود في الشغل دي غير القرب منه كإنسان الكابتل محمود أسطورة في الملاعب أسطورة كبني أدم أصلاً وأنتي بتتعاملي معاه وهو أسطورة كمان في الإدارة الحقيقة أنا مش بجامله والله يعني مواقف كتير عدت علينا وصعوبات عدت علينا وشفناه وهو بيواجهها حتى وإحنا من مكان المتفرج وإحنا بنشوفه كمشاهد أو كمشجع الراجل ده بصراحة لازم يتلعي إنه أسطورة حتى في الإدارة أنا مش بجامله والله ومش بيعني مش عايز منه حاجة أنا بجد شفت أربع سنين زي ما هو قال شفنا فيهم حاجات غريبة جداً وعمرها ما كانت حصلت في تاريخ النادي الأهلي عدى بينا كل حاجة والتانية بر الأمان الحمد لله أربع سنين من أعظم السنوات اللي عدت على تاريخ نادي الإنشاءات بطولات كل حاجة الحمد لله وليد طبعاً بشكرك في تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي وأتمنى أن أنت تكون معنا إن شاء الله في الأيام القادمة بصورة أكبر بشكرك وبشكر أنا مش عارف مين في الستوديو بشكرهم طبعاً جميعاً وآلف شكر وألف مبروك على النهاردة واليوم الجميل وحاجة مشرفة للنادي أهلي كالعادة